هذه النهايات الكارثية من تلك البدايات الغامضة مشهد مرتبك وأجندات متداخلة معارك وصراعات داخل مربعات المناطق المحررة بعيداً عن المعركة الأساسية انشغلت دولتاً التحالف، السعودية والإمارات في المناطق المحررة وتفرغتاً لأجنداتهم التي لم تعد خفية دفعتاً الأموال وأنشأة التشكيلات العسكرية والسياسية لامتلاك النفوذ والسيطرة على المناطق والمنشآت الحيوية بعيداً عن السلطة الشرعية للبلاد كانت البدايات بالسيطرة على منشآت عدن وسواحل حضر موت والمهرة ومؤخراً في السقطرة وشبوة دفعت الإمارات بأدرعها العسكرية المحلية للسيطرة على الموانئ والمنشآت الحيوية عاشت المحافظتان خلال هذا الأسبوع لياليا صعبة وكانتا على شفى الوقوع في مستنقع الفوضى والصراع الداخلي ولا يزال ذلك ممكن الحدوث في الأيام المقبلة تحركات الإمارة في المناطق المحررة تقول إنها تدفع باندلاع صراع جنوبي جنوبي وإشغال الشرعية بالفوضى التي تنشرها الأدوات الممولة من أبو ظبي أما السعودية فصمتها أقرب للتمهي منه إلى عدم الرضا عما يجري يحدث كل هذا في المناطق المحررة بالتزامن مع تصاعد الأصوات الشعبية وبعض الأصوات الحكومية بضرورة تصحيح مسار العلاقة بين التحالف والشرعية ووضع حد لهذا التجريف تصاعد هذا الصوت يقابله غياب تام للمؤسسات الرسمية غاب صوت الرئيس هادي ومؤسسة الرئاسة فيما ظهر رئيس الوزراء العائد من أول زيارة له لأبو ظبي مقللا من خطورة ما يحدث في سقطرة وشبوة واصفا التحذيرات بالتهول الإعلامي غير المبرر وهو ظهور ألقى بالكثير من الأسئلة حول الهدف من الزيارة ونتائجها لم تنتهي التوترات بل انتقلت لمربع آخر في عمق الشرعية في محافظة أبيان برز توتر جديد بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وبين قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية تدفع الإمارات هذه المرة بنشر الفوضى والصراع بعيدا عن عدن وتوسيع رقعة الصراع إلى محيط العاصمة المؤقتة مستحضرة انتارات الصراع الجنوبي الجنوبي التاريخية لقضم ما تبقى من أراضي وقوات للشرعية في الجنوب فهل تتخذ الشرعية مواقف جريئة لتلاف السقوط الأخير؟ أم أن الوقت قد أزف؟ تعم الشرعية